وهي تقول هاجر يلا غدا نخليكم دابا قال لها حاتم شكرا بزدافة هاجر حيث وقفتي معنا في هاد النهار قالت هذا واجيدي انو ها ره اختي ومشات هاجر وبقى حاتم معنوها في البيت وقال لها أنا أسعد واحد في الدنيا قالت له حاتم ممكن نقول لك وحد الحاجة قال لها أكيد قولي وهي تقول أنا أنا ماشي بياج أنا دفت علاقة مع أمير قبل ما يموت حاتم قال حبيبة أنا هاد الأمور ما كتهمنيش المهم عندي هو أنكي معايا دابا أنا كنبغيك وهي تقول له ربي يخليك لي ودازت ليلة نوها وحاتم كأنهم كيعرفوا بعض من زمان وفي الصباح ناض حاتم وحطت بالجلب نوها باقة من الورد الحمر وورقة مكتوب فيها شكرا يا أحلى حاجة وقعت لي في حياتي كنبغيك أنا غد نوجد ليك مفاجأة ما غنتعطلش حطت الورقة حدا الورد وبدل حواجه وخرجه وخلاها نعسى بعد ساعة فاقت نوها ولقيت حدا هالورد بتاسمات وهزاته كتشم فيه وبينت لها الورقة وهزاتها قراتها وضحكات وقالت حاتم يا حاتم انت رومانسي بزاف يمكن ربك يعودني بيك على المعاناة اللي شفتها في حياتي كلها شكرا بزاف لك حيث انت في حياتي أنا خاس ننسى كل شي ونسى الماضي وما نشوفش مورايا ناضت ودخلت للدوش وهي في كامل نشاطها وبعد ما سالت الدوش خرجات وهي كتغني بدلت حواجها ودارت الميكاب ديالها شوية وهو يدخل حاتم وقال صباح العسل قالت له حاتم فين مشيتي وخليتيني قال ليها أنا دي محداك وهي تقول وهي تقول له قول لي يا شنو هي المفاجأ اللي وجدت لي قال ليها اجي معايا مشيت نوها مع حاتم وهي مفاهمة والو حتى وصل للمارسة وهي تقول فين غانمشي قال سناي واحد جوش ثلاثة يلا سالة حاتم العد وفجأة طلعوشي بالونات من واحد اليخت وسط تصفيقات شي ناز ما كتعرفهمش وقالت واو حاتم اش هاد الشي قال بما ان حبيبتي ما غانمشي معها احتبلاصة باش نديرو شهر العسل قررت ندير الحبيبتي احلى دوره في البحر بهذا اليخت ندوذو احلى عسل فيه وهي تقول حاتم انت احلى راجل عرفته في حياتي وهو يقول غادي نعيشك احلى عيشة حبيبا وغنستيك فقاع جروحك عنقاتوا بالفرحة وطلعوا بجوج اليخت ودوذوا فيه نهارهم وهما فرحاني اما في الحبس كان المصطفى والضاوية كيزوروا عمر المصطفى قال كده يرى ولدي قال له عمر الايام كتشابه مع بعضها اراها دايذا ايام كتشبه البعضياتها دايذا وهي تقول داوية الله ياخد الحق في اللي لاحتك هنايا وعايشة حياتها وكتزوج قال عمر شكون اللي كتزوج المصطفى قال سكتي ماشي وقت هاد الهضراء وهي تقول له داوية ما غنسكتش بايش يعرف على من ضيع راسو عمر قال هدري وهي تقول اينو هاد زوجات البارح عمر حدر راسو وقال حاتم ياك وهي تقول داوية الله ياخد فيها الحق قال عمر عندك الحق الاغنياء كيتزوجوا الاغنياء اللي بحالهم قالت الداوية نساها ولدي نساها شوف المحامي قال لي ناره ممكن يخرجوك الى احسنتي السلوك ما تديرش مشاكل في الحبسة ولدي قال لها عمر يخرجوني فوقاش بعد خمستاشر عام مع حسن السلوك وحتى لو خرجوني عند من غنخرج خليني هنا حسن ليا واريح الناس كتار وفي اليخت كان حاتم ونوها مستمتعين بالجو ديال البحر شوية بدات نوها كالدوخ وهو يقول لها حياتي مالكي قالت موالو غير في ردان وشاداني الدوخة اكيد بسبب البحر حاتم قال ما كنتش عارف ان البحر كيدوخك واش با غنرجعو قالت اه انا بغيتي عفاك قال حاتم واخا غير نرجعو المهم هو تكوني مرتاحة رجعو المارسة وخرجات نوها بالزربة مشات الواحد الجنب وبدات كالتقية حاتم قال لها حبيبة وصابة قالت اه باينا البحر الترفية قال حاتم يلا هنمشيو للدار باش نعسي شوية وتشربيشي كينا لا كينا لا ما كيعشبونيش انا غدا نحس وغدا نفيقون كله باس حاتم قال واخا خلينا نمشيه ركبات نوها وحاتم وبقاد كتفكر وقالت في خاطرها هاد لوحم غديفضح ميش حال ما بقيت كي غندير اهنا غتنصبر عشر ايام ونقول ليه راني حاملة الله يدوذ هاد الايام على خير وصلوا الفيلة ودخلوا وطلع حاتم ونوها لبيت ونعسات وغداها وخرج من بعد وفي السجن عمر بقى في الزنزانة كيفكر كله لحظة دوذها معنوها وقدهو دموعه كي نزله بغزارة وبحرقة احتوصل اللحظة اللي عرف انها تزوجها غمض عينيه والدموع كي نزله وهو يقول الساجين اللي اول نغا ويتك ويتك حل الزوية ونك تبكي شكون اللي بكاها الساجين الثاني قال اجيبوا لي السكاتة اجيبوا قال الساجين اللي اول اجيبوا ويتك على الفنيونة ووصل صبعول وجه عمر قال له عمر حيدي يدكو اللي نهرسها ليك الساجين اللي اول قال شنا هو قال لك غيهرس لي يا يدي نادو عمر بغضب وبدك يضرف الساجين وطيحو الأرض وبدك يعطيه بالبنيات بالجهد نادو الأخرين وبغاو يشدوه ويتحاونوا عليه ولكن هو والله بحاله الطور الهايج ابدأ كيضرف هذا وكيعاود في هذا احتجوا الحراس وشدوه وخرجوه من تمه وداوه الزنزانا في رادية اجلس على الأرض وهو كينهج حط راسه على ركبته وسرح من جديد وبعد أسبوعين وفي اليوم اللي قررت نوها انها تقول الحاتم انها حاملة شدت الطريق للشركة وطلعت وكانت متردة بالزاف وبعد تفكير طويل دخلات وقال لها حاتم حبيبة لبس عليك قالت حاتم بغيت نقول لك وحد الخبر قال لها حاتم شنو حياتي قولي قالت انا انا حاملة حاتم قال كيفاش وهي تقول له كي ما سمعتي انا حاملة واش ما فرحانش حاتم قال واش متأكدة اكيد فرحان ولكن مصدوم وممطيقش راسي حاسب اللي غدينك بالفرحة حياتي انا كان بغيك بزاف عن نقعة وهي تقول حتى انا كان بغيك قال لها حاتم شكرا نحياتي على كل شي حيات انتي الوحيدة اللي دخلات الفرحة القلب كان بغيك بالزاف انا غديندير لولدي اي حاجة بغاها غنديره هو ومو فعينية غيحو العينيه على اي حاجة ممكن يتمناها اي طفل في العالم قالت نوها واحتاجت زاد بعدها وقال لها حاتم الموهين انا غنوجد ليه من دابا ايش حال باقي سعو شهور بزاف ولكن بزاف ولكن غنصبرها على قبل حبيبي دحكات نوها وداز التلت شهور ونوها كيعاملها حاتم بحال الملكة اللي بغتها كتحضر وما كتخرش إلا معاه وواحد النهار طلب حاتم يمشي مع نوها للطبيب ولكن رفضت وقالت بلي هي ما كترتاح إلا للطبيب يالها بحتل وحد النهار كانوا في الريستورون دي الماماها وشافت البنت اللي سميتها سالي داخلها معاشي درالي حافظات على هدوءها قدام حاتم اللي ما شافهاش شوية استأدنت تمشي للحمال ونادت وعيطات للنادل اتباحها وقال لها انعمل لنوها قالت قول لي ديك البنت اللي تمها شايفها قال لها النادل عرفتها دي ما كتجي هنا حتى أنها كانت كتجي مع المرحوم رامي إنها قالت أبغيت نعرف عليها كل شي معي من كتجي وفوقاش والتفاصيل الأخرى أما غنوريك شكيفاش أهم شي هو تعرف ليا كل شي وتجيب ليا الخبار تانية بتانية قال لها النادل مفهومة لالا رجعت بنوها لعند حاتم وكملت معاه الماكلة ديالها وبعد أيام اتصل النادل بنوها وقال لها لالا ديك البنت زميتها سالي وواحد مدمنة المخديرات ما منهاش كتقيل مع التراري والأسوأ أن اللي كيعاجرها كيولي مدمن بحالها هي اللي كتصرف في المخديرات وكتجيبها لصحابها وماشي معروف مني كتجيبها قالت نوها بنت لحرام أنا غادي نقول لك إيش غادي تدير النادل قال كله الضلام نزلت نوها ومعها رشالها شافت سالي وهي مشدودة بحبل شافت فيها وبدت كترجف وكتحاول تبكي قالت نوها بنت لحرام أنا غدا نوريك غدا نخليك تمناي الموت ألف مرة ومغا تلقيهش سالي قالت عافاكي بغيد الكوكايين عافاكي ما قادراش نتحمل وبدأت كتحق شي سمها وكتشهق قالت لها نوها مم واخي غدا نعطيك ولكن بشد تعاودي ليا كل شي شكون اللي لاحق على رامي سالي قالت عافاكي ما نقدرش غايقتلوني أنا ما عارفة والو غاديقتلوني نوها قالت انتي في كل الأحوال ميتة قولي حسن ما نعذبك شوفي هاد الرجال قداش إلا كل واحد منهم عتاك غا دربا شوفياش غاديوقع عليك سالي قالت لا لا ما عارفة والو ناضط نوها وهضرات مع الرجال وقالت فتشوها مزيان وتأكدوا باللي ما عندها لا تلفون لا شي وسيلة اتصال وخليوها هنا بحل الكلبة اللي بحل هادي إلا بقات يومين بلا كوكايين غدا تحمق وغدا تهدر غالي قال أمرك لا لا وهي تقول نوها إلا وقعت ليها شي حاجة انتوما المسؤولين قد تاني احتا نشوفو شكون هادولي كتخافي قتلوها وإلا قالت أي كلمة أقولوها لي غالي قال مفهوم كوني هان يا مدام خرجت نوها من تمام ومشات للفيلة عادي دووذات نهارها وفيك تخمم احتدخل عليها حاتم وقال لها أحياتي ماش كتفكري نوها قالت فيك هو يقول لا عمر ديالي يخلي لي هادلوجة قولي لي أش درتي اليوم قالت مشيت للريستوران ديال ماما صافي حاتم قال لها أوكي إلا مع الدبا خليني أنا ندير كل شي نوها قالت لا أنا كان عمر وقتي بهات الشي بدل ما نقلس غفض طار قال لها حاتم واخا حبيبة كي ما حبيتي نوها قالت تعشيتي حاتم قال مستحيل نناكل وأنا بعيد على حياتي خاصني نناكل ونمت عينية بوجهك نوها قالت له واخا أنا غدا نقول لبناتي حطولينا الماكلة تعشيت نوها وحاتم ونعصوا من بعد ولكن نوها بقات كتفكر في سالي وشكون هاد الناس اللي سيفطوها لرامي وش نبغاوا منها وزع ما يكونوا شي أعداء دي الباها وعليش رامي بالضبط أكيد له أي والدليل أنه جا مباشرة بعد ما مات رامي ازع ما يكون دار هاد الشي حلقبل الورد أوف غدا نحماق باقت الصباح بعد ما مشى حاتم الخدمة لبسات حويشها ومشات البلاسة في الحبسه سالي وقالت سالي قالت شنو الأخبار؟ قال لها غالي ما بغت تقول والو غير كتغوت وهي تقول نها عاودي لي يا سالي أنا اليوم ما عندي شغل وهي تقول سالي أش غدا نعاود ليك؟ إنوها قالت كل شي رامي كيفاش حتت لحيتي عليه؟ غالي كان حدا سالي وعطاه هطر شبش تهضر وهي تقول أنا غدا نعاود أنا كنت في واحد الحفلة وتعرفت أمه على رامي وبقينا كانت لقا ومن اللي عرف أنني كان تعاطى قال لي يعطيني نجرب وهو حطيته ومن ثم ما بقى كيتعاطى وعجبه صافي إنوها قالت واش كان بالي كان أردع صبعي؟ غات دوي ولا لا؟ كان واعدك غن ندمك إلا ما هدرتيش قولي شكون مسيفتك الخوية؟ واش عمر؟ دوي هو هو ما غيقدر يديرليك والو هو ما غيقدر يديرليك حتى حاجة راه في الحبس دابة ومحكوم بالمؤبد يعني عمره ما غادي يقدر يأديك دوي سالي قالت ما نقدرش ما نقدرش غيقتلوني وبدا تكتبكي إنوها قالت لي واش غتحمقيني؟ شكون هادولي غيقتلوك؟ شوفي فيها أنا غدا نعطيك الكوكايين ديالك ها هو بين إيدي هادري وأنا غدا نحميك سالي قالت أعطيه لي أنا محتاجة دابة جرعة ناضط نوها وذل عادي كالغبرات الكوكايين في الأرض سالي بداتك تغوت وقالت لا بغيتو أنا كنموت غدا نموت وهي دقول هانوها غتموتي بإيدي إلا ما دوتيش قولي شكون اللي وصاك تديري هادشي؟ وهي دقول سالي هما 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 اللي قالوا لي يا نتعرف على رامي وندير ليه المخدرات في العصير احتى ولا مدمن وهما اللي قالوا لي هربوا وهما اللي قالوا لي نمشين عطيه المخدرات في المصحة وهما اللي قتلوه تما أنا ما عندي احتى دنب قالت نوها بنت الحرام انتي ماشي السبب غف موتو انتي قتلتيها بنت الحرام بدايت نوها كدروف سالي والرجال شدوها هو يقول غالي تهدني يا للا نوها ما تخافيش رغدا تهدر نوها قالت دوي أعلاش أعلاش درتو هكا أش دار ليكم سالي قالت ما نعرف هو ما قالوا باللي عندهمش حسان محاك انتي وبغاوي يصفوه معاك نوها قالت معايا أنا كنت متأكدة رامي مات بسبابي يلا هدري دوي شكون الناس اللي كانوك يتافقوا معاك وشكون اللي غدا معاك آخر أنا غادي ندمركم كلكو هدري ولا قصما بالله احتندفنك هنا سالي قالت واعديني باللي غا تحميني منهم قالت نوها كيت سناهم مني كادو كبير دوي دغية وهي تقول سالي أنا ما كنعرفهمش واللي كنعرف أنهما في قلبهم لا شفقة وانا رحمة وعندهم رجال في كل مكان وكيخوفوا ديك المرأة اللي مشيتي لها ديك المرة واحدة منهم هي تاجرة مخدرات هي تاجرة مخدرات واحدة واحدة كتعرفيها انتي هي اللي هربات لي يا رامين هرهرب عندي انوها قالت شكون؟ قالت سالي اسميتها هاجر هاديك المرأة قوية بالزاف وقلبها ميت وهي اللي كانت كتعطيني الفلوس انوها تصدمات وقالت هاجر؟ وقفت نوها بالصدمة وحسات بحريق في كرشها وبسرعة قلسها غالي وقال جيبوا لي ها كاز دلمة دغية جيبوا لي ها الرجال كاز دلمة وشربات شوية نفسات بعمق وقالت لسالي شنو كتعرفي اخر سالي قالت انا كنت كانت دي لرامي المخدرات للمصحة وكل شي كان كيدخلني عادي باينة كانت متافقة معاهم والطبيب ما كانش كيعالج رامي يقاع بالعكس كان كيعطيه دوي يكمل عليه ونهار مات كانت متافقة معاه تعطيه جرعة كبيرة باش يموت نوها بدأت كتبكي وقالت يا ولاد الحرام انا غادي ندمكم قال لها غالي لا لا عافكي نوضي دابا وصلك وغد انتصرفه مع هاد خيتي نوضي ناضت نوها وشد فيها غالي وصلها الفيليا اما هي بقات كتفكر ودموحها على خدها وكتقول علاش دارت فيها هادشي علاش تخونني طعا عبر تطيني علاش دارت فيها هادشي علاش تخونني ياك هي صاحبتي ورجعت بهذه الدكريات للنهار اللي طلاقات فيه هاجر الاول مرة وهي كتبكي في جنب الطريق مشات نوها عندها وبدأت كتواسيها وركباتها معاها وعرفتها على رأسها البنت اللي ولات صاحبتها وتبتلات تماما بعد ما طلبات من اميري خدمها في الشركة وولات واحدة اخرى وولات كتعرف عليها كل شيء واحدة حاجة ما كتديرها نوها الا باستشارتها علاش تخونها وعلاش بالضبط رامي لحظة البنت قالت ان ناس كبار هما اللي مخدمينها واش هي اللي دارت هادشي علق بالناس اخرين ولا هي مولات كل شيء ويعلم الله شنو دارت تاني خاصني نعرف كل شيء وديك ساعة غدا نعطيك اللي كتستحقيها هاجر عيطاتنو هالغالي وقالي قالوا غالي بغيتك تكلف شي واحد يراقب هاجر ويجيب لي يحتى ماضيها كله فهمتي؟ غالي قال مفهوم بقيت نوها بالدين لك تفكر احتجى حاتم وقال لها حياتي وام ابني قالت اتوحشتك وهو يقول حتى انا حبيبة قولي لي ما زال ما نمشي وش نشوفه جنس الولد نوها قالت له مازال ما غيبانش دابا حاتم قال متشوق نعرف وهي تقول له ربي خليك لي يا حاتم وعدني انك ما تخلاش عليها عافاك حاتم قال انا عمري ما غنتخل عليك ايش هاد الهضرانوها انا كان بغيك بستاف وغير انني لقيتك هذا كان حلم عمري وما مستعدش نخسر عمري انوها قالت له كان بغيك بستاف عنك حاتم انوها ودا زدك الليلة وانوها ما نحساش وفي الصباح فاق حاتم ونادي بدل حويجو وانوها كانت دايرة راسها نعصى منلي كمل جال عندها وباسها من جبهتها وخرج ونادت بدلت حويجها وفدرات وهي ما زالك تفكر خدت تليفونها وبدت كتتردد وصنات الهاجر وقالت لها هاجر حبيبة فينك اشهد الغبور انوها قالت هاجر لبس عليك وهي تقول هاجر مال صوتك انوها قالت والو غامي زاجي خايب اليوم حسيت انك الاقرب ليا والوحيدة اللي انقدر نفضفضليك هاجر قالت اكيد حبيبة هاضري ولا بغيتش نجي عندك انوها قالت لا خليكي في خدمتك باش ما يجريش عليك حاتم اللي هو الباترون ديالك انا ما غلقاش حد اخر ندبر ليك خدمة من عنده هاجر ضحكات وقالت عاوديلي وهي تقول لها نوها اقولي لي ديك كريستينا ما زالت مما هاجر قالت ما كدشيش بالزاف ومكلفة المحامي يتابع الخدمة وحستتها انوها قالت دارت مزية اللي بحالها ما فيه تيقى تمشي الدور ليه بحاتم كما دارت ليه بامير هاجر قالت ما تخافيش صاحبتك معاك واي حاجة نعلمك بيها انوها قالت انتي ركي اختي ماشي غير صاحبتي وبقيت نوها في الفيلا كتفكر وكتفكر احتجها اتصال من غالي وقال مادام نوها كاينة مصيبة انوها قالت ايش كاين غالي قال كنفضل انك يجي حسن مشيت نوها بالزربل عنده وتلقى لها غالي وقال لها كان حارسها واحد الوليد وبدأت كتسوله وتقول له اش غديره فيها ياك قلت لكم كل شي قالني ها غنتيوكل عند البوليس بقى تساكتة بالثاف وطلبات منو يطلق ايديها باش تشرب غفلاتو وهرسات الكاس ودبحات به عنقها حاولنا نعتقوها ولكن للأسف مادت انوها قالت اكيد كانت عارفة انهم غديقتلوها الى عارفوا انها همشت البوليس وقتلت راسها قبل كنت باغى نعرف منها تفاصيل كتر ولكن من لي مادت راسها هناتني بدل ما كنت غديرقتلها بايد دي دفنوها في اي بلاسة بعيدة وما بغيتها شتبان ولا يعرف ليها شي حد طريق هذا ابسط عقاب ليها على دكشي اللي دارت غالي قال امرك لا لانوها رجعت نوها لدارها وبقات كتخمم وكتفكر في دكشي اللي وقع وتفكيرها كله من صف هادشي وقالت هاجروا عمر ما كانوش متفاهمين ابدا زا ما يقدر يكونوا غاكي متلو عليا ويكونوا متافقين عليا بقات كتفكر وكتقول كيفاش غدا نعطيها ضربة اتضربة لعمر ولكن قبل هادشي غادي ناخد حقي من دكتبيب اللي تفلى عليا وغادي نعطيحته هو حقه ونسدليه المصحة غادي نخليه يسعى قاطع التليفون صوت افكار نوها جاوبات ولقات المتصل غالي قال ليها مادام نوها قالت شنو دارتي وهو يقول تفناها في الخلال قالت مزيان العقبة لصحابها وهو يقول غالي بالنسبة لهاجر السيد اللي كلفناه يراقبها كيقول بأنها ديما كتسهر في واحد نايت كليب وعندها تمرجلها كنقصد واحد بارون للمخديرات محروف انوها قالت صدقة ما فيوز هي وشنو تاني؟ وهو يقول قالوا لياب اللي كتستعمله طيلات دباباك باش تطلاقه وتدوز ليالي حمراء مع رجال كيتافق مع هالبارون انها تطيحهم وتاخد منهم معلومات ويعطيها ناصيبها والغريب اللي عرفته ان واحد من هاد الرجال كان سي امير انوها قالت شنو امير؟ وهو يقول غالي للاسف كانت كتعرفوا قبل منك وكانت كتبغير ولكن هو بعد منهم اللي ارتابط بكنتي والرجال في النايت كليب قالوا باللي هي دوزات شحال وهي كتسكر وكتبكي حتى ما بقاتش كتجي ومن بعد مدة رجعت عادي كأن شيئا لم يكن انوها قالت دابا فهمت علاش دارت فيا هكا انا الغالطة ما كانش خاص نطيق في شي وحدة القيتها في الزنقة ودخلتها لداري ماشي بعيد تكون هي المسؤولة على الحادي ديالوطين ابغاد تكسرني حيث كانت عارفة ان ظهري هما والدية ولكن اقسم بالله منفلتها لها غان ضربها ضربة ديال الموت بقاو مراقبينها باش نعرفو كتر عليها غالي قال اوامر كلالا وهي تقول نوها غالي بغيتك تكلف شي واحد اخر يجيب ليه شي خبار على داك الطبيب حتى هو بحقه غالي قال واخا لالا ابقات نوها كتفكر وكتخمن كيفاش غدرب نوها دار بس حيحا دازت يومين وجاب غالي الخبر الاكيد على الطبيب ملفاتك تدينه بعمليات غير مشروعة في المصحة وفواتير دا ادوية غير مرخص بيها انوها قالت له مزيان ودا ببغيتك تدير ليه جوجد النصح من هات الملف في الزوين واحد تصيفته البوليس واحد تصيفته النقابة الأطفاء غالي قال معلمة دار غالي داك شي لطلباته من نونها وفعلا تم اقفال المصحة وجره على الطبيب من النقابة وتم حبزه هو ومجموعة من الممردين ومن بعد ايامات كانت نوها كتفكر وهي تقول دابان وبتكا لالا هاجر غدا تورينا كيفاش غدا تخرجي منها عيطات على غالي وقالت له غالي قال ليها امركا لالا وهي تقول له فينا هي هاجر دابا قال ليها غالي حسب معلومات نارها في الشركة انوها قالت ليه اعلام الراجل اللي كيراقبها يصوني لينا غير من اللي تخرج أعلام الراجل اللي كيراقبها يصوني لينا من اللي تخرج غالي قال مفهومة ما دعم وهي تقول له وانت ااجي معايا النايت كincluding غالي قال نعوذ وهي تقول له كم سمعتي غالي قال امركا لله مشيت لها النايت كphalt اللي كان تقريبا ساعت دخلات وثولات على البارون اللي كانت كتكون معاه هاجر حتى لقاته وهو يقول لها شكون انتي قالت أنا صاحبة هاجر جاي على قبل مصلاحتك الراجل قال شنو باغا وهي تقول له مبدئيا هاجر ما كتعرف حتى حاجة على زيارتي ليك اليوم أنا الصراحة بغيت صاحبتي تخرج من واحد المصيبة واحد من تجار ديال هاد شيك يهددها باغيها تجسس عليك وتعطيها أخبارك وهي خايفة منه وما باغاش تخونك قال لها الراجل شكون هذا قالت نوها واحد مسمينه الغول وهو يقول الراجل اعرفته أنا غدينوريه شافت نوها في غالي ورجعت كملات كلامها وقالت عافاك حميها هي صاحبتي الوحيدة الراجل قال أنا غدينعرفة شغديندير وهي تقول له نوها نخليك دابا ناضت نوها مشات هي وغالي ومن اللي خرجوه قالت أش درتي غالي قال لها تليفون دياله ها هو وهي تقول له سبارك الله أنا مخدمة معي الرجال ماشي تراري يخليك ليلي ودابا صيفة ميساج لهاجر منه قول لها بغيتك هاد ليلة مع الغول وطف التليفون غالي قال هي ياللي ما تعودش دازت نوها اللوطيل ومشات لعند عماد ووصاته إلي جات هاجر يعلمها رجعت للدار وقات كتسنة وصل الليل واتاصل بها عماد واعلمها باللي هاجر وصلت ومعاها وحد الراجل وطلعوا الغرفة جا عندها حاتم وقال حبيبة اش كتديري نوها قالت ليه عمري أنا جاية غلنا كل شي حاجة ونجي حاتم قال سمعتك تهضري مع شي حاجة وهي تقول له غام عد راريديا للريستورون أنا جاية خل حاتم للبيت وبقات نوها كتسنة الاتصال عيت لها غالي وقال لها مادام قالت نوها اش درتي غالي قال كيما تطفقنا طفينا الضواو باش يتفاوا الكاميرات بعد ما جاءوا الرجال اللي داروا العملية ولحسب مراقبتنا كانت هاجر دخلات للدوش قتلوا الغول وخرجوا دغيا وكيما طلبتي منا تاصلنا بالشرطة نوها قالت مزيان وهاجر شدوها ولا مازال غالي قال هانا كنشوف فيهم كيخرجوها وهي بالبينوارد الحمام سمعي سمعي هاجر كتقول ما قتلتوش كنقسم لكم أنني ما قتلتوش نوها بدت كتضحك وقالت هاد شي قليل بحقك هاجر وهو يقول غالي كيجيناك للا نوها قالت لي كتستاهل مكافأة غالي قال خيرك سابقة للا وهي تقول يلا تهلا في راسك وشوف ما بغيتش حس الصحافة فلوطي ما ناقصينش غالي قال كوني هانية مشيت نوها للبيت ولقات حاتم ناعس خشيت حداه وفيقاته قال لها حاتم تعطلتي يا حبيبة وهي تقول بحياتي سمح لي ولكن عرفتي بغيت نقصر معاك هاد الليلة أنا مزاجي زوين بزداف وفرحانة حاتم قال شكون اللي فرح بيبتين شكره ضحكات وقالت البيبي بدك يتحرك حاتم قال بس صح وهي تقول آه كان حس بيه حاتم قال لها كان بغيك بزاف حياتي نعزيت نوها وحاتم والصباح ناضط وبالتلات حويجها ومشت لطي قال لها عماد مادام نوها كي ما وصيتينا وهي تقول له أهم شيء حتى وحد ما يعرفش حاجة وصيتي الموظفين عماد قال آه وكلنا قلنا البوليس هضرة وحدة أنه حتى وحد ما شافش حد تخل الغرفة من غير هاجر وأنها دي ما كتشي معها رجال وجوههم ماشي بريئة نوها قالت غانعطي مكافأة الجميع لخدامين معانا قلسات نوها وهي فرحانة والخدامة كيدخلوا عندها وكل واحد كتعطيه شيك كمكافأة احتى دخلات عندها واحد البنت في الميناش وهي تقول لها أهاكي وشكرا على إخلاصك البنت قالت ماشي من حقي ناخد هاد الفلوس قبل ما نكون وفية مية بالمية قالت ليها نوها أشكت قسطي وهي تقول البنت لا لا نوها أنا بنت درويشة بزاف وعائلتي ما في حالهمش وما عندي لظهر ولا حاني غلى وماشي قدكم ولا قد الناس اللي معادينكم قالت نوها شنو بغيتي تقولي وهي تقول البنت نهار العرص ديالك كنت خدامة هنا وشفت الراجل اللي عنده اللي حيدخل وكان متردد بزاف حطت الساك دياله في الجن ودخاله بقى كيشوف فيك من الباب شوية شفت واحد جاي بشوية وهز الساك دياله ومشى ما عرفت ش فين مشى من ليه رجع دك الشاب وكان كيمسح في عينيه بينه كان كيبكي بدك يقلب على ساكو ما لقاش ومشى ضغية وهو ما زال كيحك في عينيه انوها قالت متأكدة من هدش اللي كتقوليه وهي تقول البنت غانت حاسب عليه يوم القيامة وانا برأت ضميري وهي تقول نوها علاش ما هدرتيش النهار اللول البنت قالت خفت انا ماشي قدهم اللي قتل تلتميات واحد واش غيحير فيا انا انوها قالت واش شفتيشي حد اخر البنت قالت لا 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 ما شفت غالي قد وهي تقول نوها هاكي هادو وغادي نقولوها تشي البوليز عمر باريء كنت عارفة وهي تقوليها البنت بغيت نقولليك حاجة اخرى نوها قالت قولي وهي تقول البنت انا ما كنتش بوحدي داك النهار كانت معايا واحد الخدام اخرى وهي تقولها نوها بجوج بيكم ثقتو قالت البنت عدرينا لا لا احنا ماشي قدكم قالت نوها عيطي ليها واجيو معايا ركبات نوها ومعاها البنات في الطموبيل ومشات البوليز اللي بدا معاهم التحقيق واستجوبهم وبقات نوها نهار كامل تم وعيت لها حاتم وقال لها احياتي فينك؟ قالت انا راني في الكوميسارية حاتم قال كيفاش اش قديري تم وهي تقول لها احنا نجيو نعود ليك؟ قال لها حاتم انا جاي عندك دابة وهي تقول لها لا بلاش انا جاي وهو يقول حاتم ايش هاد الهضرة انا جاي بقات لها كتسنة احنا لقت حاتم جاء وقال لها شنو كاين؟ وهي تقول حاتم عمر بريق حاتم قال لها شكون عمر؟ وهي تقول له والد خالتي الدوية اللي كانوا خدامين عندنا حاتم قال اللي كانوا شادينوا في قضية التفجير قالت نوها ايه تخيل بريق انا كنت متأكدة حاتم قال مزيان الله يعاونه وانتي لاش جايال هنا؟ قالت نوها حاتم علاش كتهدر هاكا؟ وهو يقول شنو بغيتيني ندير مني للقامراتي وام والدي جايال كوميسارية وحلق بالشكون راجل اخر قالت نوها حاتم بلاهد المثايدات عافت قال واش مغنساليوش زيدي قدامي وهي تقول حاتم قال غتجيو اللي نديك بالزز يلا شدهم دراحة ودهل التموبيل وهي تقول انا غدا نركب في تموبيلتي قال واخا غير تلقينا انا غدا نكون موراك ركبات نوها في تموبيلتها حتى وصله الفيلا ودخله وبده حاتم كيغوط قال المفروض انا مذوج بوحدة ما كتعرف حتى راجل في الدنيا من غيري انا ما كين لا عمر ولا حمادي انا راجل حر ومغيار وما نحملش مراتي تكون كتعرف اي واحد واخا يكون صديق طفولتها واخا يكون خوها جاع سمعتيني وديك الحياة اللي كنتي عيشاها مع والديك وديك الحرية الزايدة انسايها دابا وليتي مرات راجل وهو اللي كيحكم عليك فهمتي؟ قالت ايش هاد الاسلوب وعلاش كترفع صوتك؟ قال حاتم هادي ماشي عيشة بالناقص منها ادخل بيته وازدح الباب ونوها بقت جالسة وحطت ايديها على رأسها وهي تقول واخا يكون خوها المصيبة انه ماشي خويا بقيت نوها متكيا حتى خرج حاتم من البيت عودتاني ولكن هاد المرة هادئ شوية وقال نوها سمحي لي ما قصدش نغوت عليك ولكن حسي بيا انا كنغير عليك احتمل لهوة اللي كيلمس وجهت كان غير بزدار وما غنتحمل يشاركني فيك حتى واحد هاداك مهما كان راجل وانا كان غير غرت من الفرحة اللي شفتها في عينيك على قبله انا عارف انه بحال خوك ولكن عدريني عفاكي ماشي الخاطر انوها قالت انا اللي اسمح لي حماسي زاد شوية حيت بغيت الحقيقة تباني وكيهمني نعرف شكولي قتل والدية ما رعيتش مشاعرك قال حاتمي كان بغيك بزافة نوها بزاف انتي اول مرة في حياتي واخر وحدة وخايف الضيعة مني عنقها اكملها درتو وقال عافك يا نوها واعديني انك تبقى معايا ديما قالت له كان واعدك ابقيت نوها ديك اللي لك اتفكر في الاحداث اللي وقعوا بعد ما بانت براءة عمر واش تقدر تخلى على حاتم اللي متمسك بيها واش تقدر ترجع لعمر وهي دكور ياريتني سافرت ياريتني ما تسرعت شو تزوجت وصباح صباح وفاقت نوها وبقيت كتسلنا حاتم يخرج قال لي ها حياتي ابقيت نمشي ونفطروفش بلاصة قالت واش ما غتمشيش للخدمة وهو يقول اليوما غادي ناخد كونجي باش نبقى معاك وباش نكفر على الدنب اللي درتوه معاك البارح من اللي غوو التحليك قالت لي واخا وهو يقول شنو نخرجو وهي تقول واخا غانبت دلح ويجي ونخرجو ابقيت نو هكا تهضر في خاطرها وكا تقول غادة نموت ونعرف الأخبار ايش وقع لكل شي هاجر وعمر والبنات اللي شهدوا اوف ماشي وقت الرومانسية حاتم بحاني لحاسبية وباغي يبنعني بطريقة فنية صايبات نو هراسها وخرجات هي وحاتم حتى وصلوا الواحد الكافي كلاس بقاوا كيف تتروك يهضروا ولكن نوها عقلها كان بعيد ماشي معاها هو يقول لها حاتم فوقاش غادي نمشي والطبيب قالت سيما نجاية قال لها حاتم متشوق نمشي وهي تقول احتى انا بقاة نوها وحاتم كيف يفطروا وشوية استأدنات باش تدخل الطوالات ناضط ودخلات وهزات تليفونها ضغية صنات لغالي وقال لها مادام لبس عليك قالت لبس قول لي شنو الاخبار غالي قال اليوم غايدوزوا الشهود قدام القاضي وغالبا غايدوزوا على عمر بالبراءة كل شي كيتسنى وحتى عائلته كل شي كيتسنى هيخرج اليوم وحتى الصحافة وهي تقول لها وهاجر شنو اخبارها قال لها غالي طاح ابن اللي قتل الغول خوى البلاد هو ورجاله عيات هاجرت عيطلو مكاين خبار ولكن المحامي رشاد ش عندها وهو اللي كيترافع عليها وهي تقول لها ارشاد غالي قال اه وفي اخباري باللي غترتك حيتخوتنا في لوطيل كل شي شهد ضدها وتليفونها لقوا فيه ميساجات للغول وهي كتستدرجو القضية مفصل عليها ومو حال واش تقدر تخرج منها وهي تقول لها مزيان فرح تيني شوف راجل اليوما لازقني مدى صلح تنصوني لك انا وخا قال لها غالي هو هادا كما دام وهي تقول له الله يعاونك ومشيت نها عند حاتم وقالت تعطلت عليك حبيبي قال لها حاتم اه انا كنت وحش كنتي معايا فما باله كنتي بعيدة قالت لا لا يخطيك عليها وبقات نها مع حاتم كي هدرو ودوزو نهار كلهما كيتسارعو احتل الليل ومشاو الفيلا وفي الصباح فاقت نها ما لقاتش حاتم حداها ونادت بسرعة وطلت من البالكون وما لقاتش طو موبيلته عرفت انه مشاو الخدمة دخلت اخذت تليفونها واتصلت بغالي وقال لها صبح الخير ما دعب قالت غالي شنو الاخبار وهو يقول زوينة بزاف عمر خرج براءة وراه في دار عائلته دعبة وهي تقول نها هذا اسعد خبر سمعتوه في حياتي انا فرحانة بزاف انا غنجي دابة نشوف هاجر عندي معاها كلام مهم ومن بعد نمشي لعند عمر قالت نها غالي شنو الاخبار غالي قال لها زوينة بزاف عمر خرج براءة وراه في دار دعائلته دعبة وهي تقول هذا اسعد خبر سمعتوه في حياتي انا فرحانة بزاف غانمشي دابة نشوف هاجر عندي معاها كلام مهم ومن بعد نمشي لعند عمر غالي قال امرك للا بقيت نهاك تشوف في المراية وهي فرحانة وقالت كنت متأكدة انك عمرك مقدرتي بيا عمر بدلت حويجها ضغياء وخرجات ومشيت للكوميسارية بعد ما خدرت الادن ودارت الاجراءات الزيارة دخلت لعند هاجر قالت لها هاجر هاجر بدتك تبكي وقالت انوها شفت يا شوق عليا انوها قالت شفت ما كنتش كانت وقعها منك هاجر عاودي لي شنوقع وكيفاش حتوصل بيك الأمر تقتلي هاجر قالت انوها واش حتنتي ما غتطيقينيش ما قتلتش اقسم بالله ما قتلت انوها قالت صاف يا حبيبة ما تبكيش وكيفاش مات واش الجنون قتلوه مادلان هاجر قالت انوها علش كتهادري معايا هاتكا انا كنقسم ليك بالله باللي ما قتلتوش وهي دقون نوها قتلتيه وفلو طيلت يالي هاجر قالت ما قتلتوش وهي دقون نوها شفتي الاحساس بالظلم شحال خايب شفتي شحال خايب التهموه وقاع الناس بانك درتيش حاجة وانتي ما درتيهاش حسيتي ده باب عمر اللي كان في بلاستك من اللي اتهمتيه بالليقة الوالدية وهو ما درهاش هاجر قالت اش كتقولي اش كتقصدي يعني انتي ملت حد شي نوها قالت انتي ركي اختي هذا اقل واجب نديره معاك رديتلك جزء بسيط من دك شي اللي درتي معايا هاجر قالت نوها خرجيني من هنا عافكي وهي دقون نوها قوني لي هاجر عليش درتي هكا اش درتليك انا ما شفتي مني غير الخير هاجر قالت الخير 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 قتلتينا بخيرك ديما كتبجحي انك البرينتيسة وان الحتالة وديما كتاخدي كل شي وانا كناخد الشاي احتر راجل اللي بغيت اخديتيه انتي وعملك بكرامة اما انا كان كيمسح فيه رجليه ما كفاكش قاعدش اللي درتي فيها جايت لسقيلية جاري ما تقتل دابا نوها قالت اعلا ما قتلتيش من قبل والدية او امير هاجر قالت انا ما قتلت حد ما قتلت حد وهي دقون نوها وشكون من غيرك هاجر قالت سيري قلبي على اللي قتل والديك وشوف ياش عندك محا ماشي غير انا اللي ممسخة وعندي ماضي احتنتي بنت الزنقا نوها قالت سكتي انا اشرف منك وهي دقول هاجر انا غنعاود لهم كل شي انتي اللي بغت ورطيني انتي ناضت نوها وخلت هاجر كتغوت غفوحدها وخرجات القات غالي وهو يقول لها مادام وش انتي لاباس وهي دقول لاباس لاباس اعرفتي فين ساكنين عائلة عمر غالي قال عارف ايجي نوصلك وهي دقول له واخ واصل غالي نوها لدار عمر الدار اللي كانت متواضعة دقات وقلبها كيدرب حل لها المصطفى الباب وقال نوها وهي دقول له لاباس عليك عمي قال لها المصطفى دخل يا بدي تفضلي وهي دقول عمر كاين قال كاين دخلات نوها ولقات عمر والضاوية قال سيني وتصدبوا من اللي شافونها ولكن عمر كتر حي تناد وقف وبقى كيشوف فيها بدهشا وهي دقول عمر على سلامتك انا فرحانة بزداف حي تبنت برأتك بقى عمر ساكت وما جاوبهاش وحيد عينيه من عليها والتقلب للجهة الاخرى شوية دخل بيتو وقالت عمر وهي تقول لها الضاوية ايش بغيت يا بنتي بغت تهدر وقاطعتها الضاوية قالت سمعين يا بنتي عمري كله وانا خدامة عندكم وما عمر والديك تشكى ومن شي تطرف خايم مني ومن نهار تزاديدي عمري ما تدخلت في علاقتكم انت وعمر ولكن منلي نشوف والدي الوحيد كيضيع قدام عينيه السباب كنتي ما غنوقفش ساكتا خصوصا بعدما الله رجعوا لي من جديد وفرحني به من بعد شدة ومنلي كنت فقدت الامل ما تجيش عفاكي ده بضعيه لي من جديد انا كنت رجاك بعدي منه وحتنتي ده بارا كيت زوجدي وكيما انا شايفا قريبة غديري الولاد وانا متأكدة انكي غادة تفهمي قصدي من بعد ما تولديهم لا هو من مستواك ولا انتي من مستوانا واحتل هنا وباراك نوها بدت كاتبكي وقالت انا ما عنديش الدن في هادشي كلو وهي تقول الضاوية عافك يا بنت سيري في حالك وما ترجعيش مرة أخرى هنا بدأت نوها كاتبكي وقالت ممكن نهضر آخر مرة مع عمر ومن بعدها عمركم ما غتبقى وتشوفوه وجهي مرة أخرى الضاوية قالت دخلي عنده البيت وهضري معاه وسيري في حالك قالت نوها واخا دخلت نوها لغرفة عمر ولقات وقالس وحاني راسه قالت نوها عمر قال ليها علاج جيانها شنوبها غيا مني تعني وهي تقول عمر أنا مقصدش نجرحك قال تجرحيني أنا دست هاد المرحلة شحال هادي وهي تقول عمر احنا ممكن قاطحها وقال ممكن شنو ممكن شنو ممكن شنو ممكن الرجع الزمان الماضي وما تكسريش أحلامي وما تكسريش أحلامي وما تمشيش بدم بارد مع أمير وبكل وقاحة جيت عرضيني لعرسك وتدخليني للحبس ضرم نرجع الماضي وتعطيني أمل من جديد وفجأة تفيقيني وتصدميني فيك وتلوحيني للمرة التانية في العافية وبكل ساعدة تمشي تزوجي اللي من مستواك وكي مراني شايف قريب تولدي مها سيري في حال كانوها وبلا ما تجيت متليع لي الحب احنا ما نتوالموش حتى للصحبة فما بالك لشي حاجة أكتر حبي ليك كان غلطة عمري وانا دفعت ما الغلطة غالي بزاف قالت عمر انا عارفة مزيانة جدرت وعارفة انه صعيب عليك تسامحني ولكن عقلتي على دوك اللحظات الحميمية اللي دازوا بيناتنا انا عاقلة عليهم وغانبقى عاقلة عليهم حياتي كلها عرفتي علاش حيت خلوا فيي أطر غايبقى معايا حياتي كلها وحطات ايدها على كرشها وقالت انا ما تزوجت إلا باش نستر راسي ومن تفضحش عمر تصدم وهي تقول لي تقدر تقول لي كيفاش كنت غان ولد وقاب الولد مش دود في الحبس بالمؤفد أشنو كنت غدا نقول للناس قال لي ها عمر يعني الولد اللي في كرشك بدايت نو هكا تبكي وقالت منك انت ماشي من حاد ولكن مدامك ما بغيتيش تسامحني غادي نمشي ومع عمرك غادي تشوفني ما زال عمر قال وعلاش ما قلتيهاش من لوين وهي تقول لي عمر انا جيت للدار ولقيتك تهضر في التليفون وقدقول ما خاش تحس باي حاجة وفي نفس النهار مات خوية وجدة الناس اللي كانوا باقي ليه في الدنيا كيفاش بغيتيني نفكر قال لي ها عمر لو كلفتي راسك وسولتيني في ديك الساعة كنت غا نقول لك راني هضرت مع بابا وقلت له ما تخليش ما ما تحس بشي حاجة ولكن انتي حيت كتشكي فيا وفي كل شي ولكن انتي حيت كتشكي فيا في كل شي ما تيقتينيش وعيدتي البوليس انتي اصلا من نهار جيت عندك الفيلا وانتي ما تيقاش فيا انا اللي وهبت ليك عمري كله قالت انا غا نمشي عمر ونهار غا تحس بلي قادر تسمح ليه ايجي قلب علي خرجات نهاء وهي كتمسح دموحها وركبات في طوموبيلتها ومشات باتجاه البيوتي سانتر واصلات وبقات مدة في الطوموبيل وهي كتبكي شوية خرجات وطلعات للمركز وهي تقول لها سارة مادام نوها عاش من شافك ايش هاد الغبور نوها قالت اغاف الدنيا بغيت ندير سونا والمساج قالت سارة المساج صعيب شوية مع كرشك ولكن غنريحوك تفضلي معايا دخلت نوها الحمام ودارت السونا وجات سارة بدات كتتهلي هدهرها وهي قلسة وهي تقول لها سارة تزوج جاي وبقى فينا الحال قع ما عرض تعلينا علاش وهي تقول لها نوها ما درتش العرس غير العدول اللي جاو صافي سارة قالت الله يصر ليك أختي اللي داز عليك ماشي ساهل الله يكون في عونك وهي تقول نوها آمين سارة قالت وهذا اللي تزوج جاي شكون واش معروف نوها قالت بسميته حاتم ورجل أعمال كان شريك أمير الله يرحمه قالت لها سارة الله يرحمه ومهلي فيك نوها قالت بزاف طلع ولد الناس ومحترم قالت سارة شوقتيني باش نشوفه نهدات نوها وهي تقولها سارة مادام واش انتي لباس قالت نوها حاسة بالدوخة أنا غدا النوض بارك عليا باي نسخوني يدو وخاتني سارة قالت واخا غير بشوية عليك خرجت نوها وقلسات على الكرسي باش تصايب لها البنت شعرها وجات وحدة تصايب لها تفرج لها وإيديها وبقات كتهدر مع سارة على أحوال المركز نوها قالت عارفة سارة بلي مخلي الحمل دي الصونطر عليك ولكن عارفة أن ماما الله يرحمها كانت معولة عليك في كل شي وأنك يقد المسؤولية سارة قالت ما تقوليش هاد الهدرة ماماك كانت ماما حتى أنا عمري غدا نسى خيرها عليا وهي تقول نوها الله يجازيك بالخير أختي بقات نوها في الصونطر كتقدرسها احتصونا التليفون ديالها كان حاتم وقال لها حياتي فينك انوها قالت حبيبي لبث عليك أنا راني في الصونطر ديال التجميل ديال ماما كان قادرسي قال لها حاتم انت ذوينا ما تحتاجيش التجميل وهي تقوله ايه خليك لي حاتم قال أنا غندوذ عندك باش نمشي ونتغدى وفي شي بلاسة رومانتزية وخا قالت وخا ولكن غنتعطل عليك باقي ليشن الساعة باش نكمل حاتم قال وخا حبيبة خودي راحتك بقيت نوها كيسيف لها البنات وحدها صارة كيهضرو احتاجت واحد البنت وقالت مادام نوها كين واحد السيد كيتسناك كيقول ان اسميته حاتم نوها قالت هذا راجلي قولي ليه تسناني شوية البنت قالت وخا مادام وهي تقول سارة خاسني نشوفه غدا نطل عليه نوها قالت لها خليني نعرفك عليه مالك على فضولك سارة قالت واغين طل طلت سارة على حاتم وبقيت كتشوف فيه بالزاف ورجعت قلسيت مع نوها وهي تقول نوها فين تعرفت عليه نوها قالت كان شريك امير في الشركة هانا ساليت يلا ايجي نعرفك عليه سارة قالت بلاش مرة اخر احسن سيري ركت عطلت عليه واصلا تفكرت شي حاجة مهمة خاسني نمشي نديرها وهي تقول نوها انتي غريبة عادك انتي ملهوفة يلا غدا نخليك دابات هلا قالت لها سارة بسلام حبيبة نزلت نوها وغشبها حاتم ونظم نبلاستو ضحك ومشا عندها عنقها وباسها وقال امير تيز بيونا زيز يانيتي تحكات نوها وقالت الله يخليك ليا مشاوا من الصونطر باتجاه مطحن فخم ونزلت نوها وحاتم شادفيتها قل سوق وكيه درو شوية سرحات نوها وقات كتفكر في عمر وكتقول واش غير جعليها ولا ما غينساش جروحه اللي كانت كلها بسباب نوها والجرح الاكبر اللي هو زواجها وهو يقولها حاتم فاش سرحتي يا حياتي قالت فهاجر تشدات في جريمة قتل حاتم قال فخباري قالها ليا رشاد وهي تقول له ما فهمتش كيفاش هاجر تقدر تقتل واشنو اللي دارلي هادك الحيوان باش انتا قمات منه حاتم قال احتى واحد ما عارف شنو اللي كيدور في عقل آخر وهي تقول بس صح احتى واحد ما عارف بقاوا كياكلوا وشوية نادوا وبقاوا كيدوروا بالطموبيل ورجعوا الفيلا وفي اليوم التالي فاقت نوها وبقت كتشوف وكتفكر وقالت عمر مجاش عندي ولا سول فيها يعني مبقاش باغيني لو كان جاء وقال لي يا غنسا وكل شي مستعدة نسا كل شي ونبدأ من جديد اه يا عمر علاش علاش دقات الخدامة في البيت على نوها وهي تقول لا لا كتسول فيك واحد السيدة اسميتها سارة نوها قالت واخا غن بدل حويجة ونزل بدلت نوها حويجها ونزلت عند سارة لقاتها جالسة وكتشرب القهوة وهي تقولها سارة لبس عليك سارة قالت الحمد لله يا حبيبة انتي لبس عليك نوها قالت الحمد لله ابقات سارة ساكتة ونوها كتسنها تهضر وهي تقولها مالك يا سارة شنو واقع واجي تسكتي ولا سارة قالت سارة ما عرفتش كيفاش غنقولك هاد الهضرة فين راجلك نوها قالت مش الخدمة وهي تقول مزيان احسن باش نبقاو على راحتنا وهي تقول نوها هادري اش واقع سارة قالت الصراحة واحد النهار في ايامات مادام مونيا كنا في الصالوم احتاجة واحد السيد وثول عليها ومني خرجات عنده تفاجآت ودخلاته لبيرو ابقاو كيهضروا شوية وارتافع صوتهم بجوش خرجه بقاك يغوت وكيقول لها غنضمرك انتي وعائلتك غنضمرك اما هي بقاتك تقول ليه خرج برا ودير اللي قدتي عليه نوها قالت شكون هادا وهي تقولها سارة هاد السيد هو راجلك حاتم القاسمي صدمات نوها وقالت كيفاش حاتم وماما فينك تعرف حاتم سارة قالت كتر من هادشي انا ما عارفاش ولكن اللي شفتو باللي مادام مونيا دك النهار تعصبات بالسعب وقالت لينا هاد بنادم ما يعودش يدخل هنا مرة خورة والتصلات بما دام ناديا وجات قالت نوها خالتي ناديا حتى هيك تعرفه شكون هو وعليش ما قليش انه كيعرف وليديا وعليش كان كيدابز مع ماما اين غدا نحمعك وهي تقول سارة مادام تهدني وفكري بهدوء وكنضن انك غتلقاي بالسرد الاجوبة على اسئلتك عند مادام ناديا نوها قالت وش حال هاد شي بشوقها سارة قالت تقريبا شي عام قبل الحاديثة شوفي فكري بهدوء وقلبي على الحقيقة انا غدا نمشي حيت تابعيني بالزاف دلحوايج مشات سارة وبقات نوها مصدومة وافكارها مشتة مشات وخدات سوارت موبيلتها وخرجات بالزربة واتجهات لدار مادام ناديا اللي استقبلوها قالت لها ناديا قلس يا بنتي مرحبا بيك وهي دقول نوها خالتي انا خاسني نعرف الحقيقة عافكي ما تخبيع لي يا والو قالت ناديا اين حقيقة بنتي وهي دقول نوها حاتم القاسمي شكون هو ناديا قالت شكون وهي دقول نوها يعني كتعرفيه ناديا قالت وانتي علش كتسولي بنتي على هاد السيد نوها قالت هاد السيد هو اللي تزوجته وهي دقول ناديا شنو وعلش ما تسولتيش عليه قبل ما تزوجي وعلش ما تشاورتيش معايا ياك انا بحلمك علش تصرفتي من راسك انوها قالت حاتم هو شريك امير وعرفته تمه وهي دقول ناديا دا بعاد فهمت انوها قالت هادري عافكي شكون هو حاتم ناديا قالت غنعود ليك بنتي غدا نعود ليك باش تعطقي راسك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة